قال رئيس السنغالية ماكي سال إنه سيأمر بإغلاق الحدود وإعادة فرض حالة التوارئ في حال وصلت عدد الإصابات بفيروس كورونا زيادتها سجلت السنغال مستوى قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا للمرة الثالثة خلال أسبوع سجلت وزارة الصحة 738 حالة إصابة جديدة بالفيروس وذلك في عدد أكبر من الرقمين القياسيين السابقين المسجلين يومي الأحد والأربعاء وكانا 529 و733 حالة على الترتيب